هناك بعض الأماكن على وجه الأرض لا ينبغي عليك زيارتها أبدا بغض النظري عن مدى حاجتك لقضاء عطلة أنا أتحدث عن بحيرات ستقتلك خلال ساعة واحدة كهوف ستغليك حيا وجزر مشعة حيث ستصيبك الفئران بالطاعون الدبالي لا أريد منعك من السفر مدى الحياة ولكن بعد مشاهدة هذا الفيديو لن تصدق مدى خطورة كوكبنا إذا كنت تخطط لرحلة برية فقد ترغب في الابتعاد عن طريق يونغاس في بوليفيا يلتف هذا المسار المرحب وينعطف على طول منحدر شديد الانحدار ويرتفع إلى أكثر من 4600 متر فوق مستوى سطح البحر في بعض الأماكن يبلغ عرض الطريق ثلاثة أمتار فقط مع عدم وجود حواجز حماية لحمايتك من السقوط من ارتفاع 607 أمتار تجعل سحب الغبار ناتج عن المسار الذي لا تتم صيانته بشكل جيد من الصعب الرؤية بينما تتسبب الرياح الرطبة القادمة من الغابات المطيرة القريبة في حدوث عواصف مطيرة وانهيارات طينية منتظمة لا عجب في أن هذا المكان حصل على لقبي طريق الموت على الرغم من سمعته الممتاء إلا أن الكثير من السائقين المتهورين يواصلون استخدام هذا الطريق غالبا ما تحتاج العربات والسيارات والشاحنات إلى المرور بجانب بعضها البعض مما يجبر أحد المركبات على التأرجح على حفة المصاري الضيق خلال التسعينيات كان ما بين 200 إلى 300 شخص يفقدون حياتهم كل عام بعد أن فقدوا السيطرة على سياراتهم وسقطوا في الهاوية أدنى لحسن الحظ قامت الحكومة البوليفية في عام 2006 ببناء طريق أحدث وأكثر أمانا تختار معظم السيارات القيادة عليه بدلا من ذلك ومن يستطيع أن يلومهم إذا أسررت على القيادة في طريق الموت وهو أمر غير قانوني الآن من الناحية الفنية على الرغم من أنه نادرا ما يتم تطبيق القانون فتذكر أنه ليس هناك عودة إلى الوراء بمجرد أن تبدأ لن ترغب في الانعطاف إلى الوراء هنا مع أماكن مثل طريق يونغاس من الواضح أن العالم يمكن أن يكون مخيفا لذا فإن البقاء في البيت ومشاهدة يوتيوب طوال اليوم هو خيار جيد أليس كذلك؟ إذا وفقت فربما يجب عليك الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في حقائق مدهشة أقوم بنشر محتوى مذهل سيبقيك مستمتعا يوميا والآن فلنعد إلى أخطر الأماكن على وجه الأرض كهف نايكا كريستال بعض أجمل الأماكن على وجه الأرض هي أيضا الأكثر فتكا فقد خذ كهف نايكا كريستال مثلا يقع على عمق 305 أمتار تقريبا تحت جبل في نايكا بالمكسيك هذا الكهف تحت الأرض مكتفض ببلورات السلينيت البيضاء الضخمة تشكلت الأعمدة الضخمة من معادن بركانية في الماء والتي تبلورت مع انخفاض درجات الحرارة في نظام الكهف على مدى آلاف السنين اليوم أصبحت كبيرة بما يكفي ليمشي عليها العديد من الأشخاص البالغين حيث يصل طولها إلى 12 مترا تقريبا ويصل وزنها إلى 55 طنا ولكن قد ترغب في التفكير مرتين قبل زيارة البلورات مع عصى السيلف الخاصة بك يقع الكهف فوق غرفة صهارة تحت الأرض مما يعني أن درجة الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 45 درجة مئوية ويمكن أن تصل الرطوبة إلى 99% لذلك يصبح الهواء مشبعا جدا بالرطوبة بحيث لا يمكن للعرق أن يتبخر من جلدك لتبريدك مما يجعل من الصعب البقاء على قيد الحياة لأكثر من 10 دقائق دون المخاطرة بدربة شمس، فشل الأعضاء، والموت اليوم يجب على العلماء الذين يزورون البلورات ارتداء بدلة تبريد خاصة بها إمداد خاص بها من الهواء البارد وحتى عندها لا يمكنهم تحمل الظروف إلا لمدة ساعة كحد أقصى نعم، ربما سأكتفي بمشاهدة البلورات على صور جوجل في الوقت الحالي يجب أن تكون سخيفا جدا لزيارة هذه الجزيرة الواقعة قبالة سواحيل البرازيل يطلق عليها رسميا اسم إلها ديكويم مادا جراندي والمعروفة أكثر باسم جزيرة الثعابين ستجد أسفل خط الشجر كتلة تتلوى وتزحف من حوالي 4000 ثعبان القاتل تنتظر فقط لغرس أنيابها في الزائرين المطمئنين هذه الثعابين هي في الواقع نوع نادر من أفعى الحفرة يطلق عليها اسم جولدن لانسهد والمعروفة بأنها واحدة من أكثر الثعابين فتكا في أمريكا اللاتينية تحتوي سمومها على هيموتوكسينات تعمل على إذابة اللحم الذي تعضه مما يؤدي إلى تدمير خلايا الدم الحمراء والتسبب في الوفاة في أقل من ساعة هذه الثعابين لا تعبث حقا لكن كيف وصلت الثعابين إلى الجزيرة في المقام الأول؟ حسنا كانت جزيرة الثعابين مرتبطة بالساحل البرازيلي قبل أن تنفصل عن البر الرئيسي بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر على مدى آلاف السنين نظرا لعدم وجود حيوانات مفترسة ومع وجود الكثير من الطيور البحرية لتأكلها إزدهرت الثعابين المحاصرة إلى حد مرعب تشير التقديرات الآن إلى أن هناك ما بين واحد إلى خمسة أفاع ذهبية لكل متر مربع من الجزيرة مما يعني أن الزوار لن يكونوا على بعد أكثر من بضعة أمتار من لقاء خصم زاحف الخطر كبير جدا لدرجة أن البحرية البرازيلية منعت أي إنسان من زيارة جزيرة الثعابين باستثناء العلماء الذين يجرون أبحاثا أساسية لا أستطيع القول أنني أرفض ذلك وادي الموت تخيل مكان شديد الحرارة لدرجة أنك إذا شعرت بالجوع يمكنك ببساطة قلي بيضة على الأرض حسناً هذه حقيقة في وادي الموت في كاليفورنيا وهو حوض صحراوي يغلي بحيث من المعروف أن درجات الحرارة ترتفع إلى 134 درجة فيهرنهايت أو 56 درجة مئوية هذه درجة حرارة الهواء الأكثر سخونة المسجلة على وجه الأرض الحفار العميقة في الطبيعة تحبس جيوبا من الهواء الحار بينما تمنع أربع سلاسل جبالية محيطة في الغالب تشكل السحب الممطرة في المنطقة وتبقي الوادي في حالة جفاف دائم لهذا السبب يتعرض كل من يتجول في وادي الموت لخطر الإصابة بضربة الشمس والجفاف مع واحد إلى ثلاث حالات وفاة سنوياً لأسباب مرتبطة بالحرارة يحتاج الزائرون أيضاً إلى مراقبة أعداد الحيوانات الخطرة التي يمتلئ بها الوادي بما في ذلك الأفاع الجرسية العقارب عناكب الأرملة السوداء وأسود الجبال يبدو كأنه مبالغة بنسبة لي ولكن إذا لم يمنعك كل هذا من الزيارة فمهما فعلت لا تخلع حذائك عندما تكون هناك في عام 2017 أدخل أحد السائحين إلى المستشفى مصاباً بحروق من الدرجة الثالثة بعد أن ماشى حافي القدمين في وادي الموت حيث يمكن أن تصل درجة حرارة الأرض إلى 94 درجة مئوية أيضاً فقط لأنك تستطيع قلية بيضة على الأرض لا يعني أنك يجب أن تفعل ذلك يقضي حراس الحديقة ساعات كل يوم في تنظيف القشور والعلب الكرتونية الفارغة وقد أبلغ الزائرين أن عادتهم في قل البيض قد تجاوزت الحدود لا أعلم لماذا لا يحضرون ببساطة علبة غداء جاهزة بالانتقال الآن من الحرارة الشديدة إلى البرودة القاسية لن يرسل أي مكان قشعريرة على طول عمودك الفقري تماماً مثل أويمياك في شرق روسيا هذه البلدة الصغيرة التي يبلغ سكانها 500 شخص هي أبرد مكان مأهول بشكل دائم على وجه الأرض يبلغ متوسط درجة الحرارة المنخفضة في الشتاء ناقص 50 درجة مئوية ولكن من المعروف أنها تنخفض إلى ناقص 68 درجة ممتة بالنظر إلى أن متوسط درجة الحرارة على المريخ وناقص 63 درجة مئوية فستكون في الواقع أكثر دفئاً على الكوكب الأحمر منه في أويمياكون من غير المستغرب أن تجعل درجات الحرارة المنخفضة العيش أمراً صعباً نظراً لتجميد الأنابيب تحتوي معظم المنازل على مباني خارجية بها حفار مراحيد بدلاً من المراحيد الموصولة بالسباكة من الصعب زراعة المحاصيل في التربة المتجمدة لذلك يتكون النظام الغذائي المحلي بشكل أساسي من اللحوم والأسماك المجمدة أبسط الأشياء مثل إطار مفقوب أو مفتاح مفقود يمكن أن يهدد حياتك عندما تجعلك كل ثانية بالخارج أقرب من الموت متجمداً ضع في اعتبارك أيضاً أنك إذا مت فسيتعين على السكان المحليين إشعال نار في المقبرة لعدة أيام قبل أن تذوب الأرض بدرجة كافية لحفر قبر إذا قررت زيارة أويمياكن فلا تنسى محفظتك فالتدفئة مكلفة للغاية من أجل الخروج بأمان يجب على سكان البلدة ارتداء معاطف الفراء السميكة التي يمكن أن تكلف أكثر من 1500 دولار نظراً لأن متوسط الأجر في أويمياكن هو 600 دولار شهرياً فإن الكثير من الناس يأخذون رهناً من أجل شراء الفراء الذي يحتاجونه للنجاة وحتى مع هذا الفراء الهواء بارد جداً لدرجة أن رموشك ولعابك سيتجمدان ويتحولان إلى إبر مؤلمة في غضون دقائق فقط هذا المكان يجعل الجزء الداخلي من الفريزر الخاص بك يبدو كأنه جنة استوائية ما هو الشيء الذي يبلغ طوله 2414 كيلومتر وعرضه 71 كيلومتر وملئ بالمخلوقات المخيفة لا، ليس طابور مطعم مكدونالدز المحلي بل خندق مريانا بالطبع تقع في قاع البحر في جنوب المحيط الهادئ بين هواي والفليبين هذه الندبة على شكل هلال تنحدر لمسافة 11 كيلومتر داخل القشرة الأرضية مما يجعلها أعمق نقطة على وجه الأرض في الواقع خندق مريانا عميق جدا لدرجة أنه إذا أسقط جبل إفريست فيه فإن القمة ستظل على ارتفاع أكثر من 2100 متر تحت مستوى سطح البحر هذا عميق يا رجل كما خمنت على الأرجح فإن خندق مريانا ليس موقعا رائعا للسباحة السريعة لا يمكن لأشعة الشمس أن تخترق أعمقه مما يعني أن الماء أسود اللون وبضع درجات فقط فوق درجة التجمد يبلغ الضغط في قاع الخندق 8 أطنان لكل بوصة مربعة تكسر العظام وهو ما يزيد ألف مرة عن الضغط الجوي القياسي على الأراضي الجفة هذا يعني أنك إذا خرجت من غواصتك في قاع الخندق فإن أي جيوب هوائي في جسمك سوف تنهار على الفور تحت وطأة ثقل الماء والدعر أتيك على الفور إذا لم يكن هذا سيئا بما فيه الكفاية فمن الجدير بالذكر أيضا أنه بينما تسلق الألاف من الأشخاص جبل إفريست فقد زار أقل من عشرين شخصا الجزء السفلي من خندق مريانا نتيجة لذلك فإننا لا نعرف إلا القليل نسبيا عما يمكن أن يكون موجودا هناك كامنا في الظلام رغم ذلك يعرف العلماء ما هو موجود داخل شقوق أخرى مرعبة في أعماق المحيطات على الأرض الثقب الأزرق العظيم الذي يبلغ عمقه 124 مترا في بيليز بدأ هذا المجرى البحري العملاق حياته منذ أكثر من 14 ألف عام ككهف من الحجر الجيري قبل أن يغمره ارتفاع منسوب مياه البحر الحفرة كبيرة بما يكفي لرؤيتها من الفضاء وتجذب آلاف السياح كل عام ولكن كن حذرا يمكن للغواصين عديم الخبرة أن يجدوا أنفسهم بسهولة يكافحون ضد التيارات القوية على جانب الحفرة والتي تهدد بدفعك إلى الهوية علاوة على ذلك فهي مليئة بأسماك القرش رصد مراقبو الطبيعة قرش الشعاب الكاربي القرش الحاضن أبو مترقا قرش الثور وأسماك القرش ذات الأطراف السوداء وهي تسبح في المياه الزرقاء الداكنة لحسن الحظ نادرا ما تهاجم أسماك القرش البشر ولكن أي شخص شاهد في المجوز ربما يفضل الإعجاب بهذه الحفرة الغامضة في المحيط من مسافة بعيدة وقبل أن تشعر بالأمان على اليابسة تذكر أن قاع المحيط ليس المكان الوحيد الذي يمكن أن تجد فيه فجوات خطيرة في الأرض ما عليك سوى إلقاء نظرة على منجم مير وهو منجم مفتوح للماس في روسيا يبلغ عمقه أكثر من 518 متر في عام 2017 تسبب تسرب في امتلاء هذه الهوة التي صنعها الإنسان ب283 ألف متر مكعب من الماء وهو ما يكفي لملء أكثر من مئة حمام سباحة أولمبي إن الوقوع في فيضان في مكان مثل هذا سيكون بمثابة كابوسينتان ليس هذا فحسب بل إن الحفرة عميقة جدا بحيث تمنع المروحيات من التحليق فوقها في حالة سحبها من طرف التيارات الهوائية العابطة هذا صحيح يخشى الملحون من أن الهواء الدافئ المتصاعد من الحفرة قد يلتقي بالهواء البارد على الصدح مما سيخلق دوامة قوية سحب المروحيات إلى الأسفل هذه حفرة مخيفة بحق يمكنك معرفة الكثير عن مكان ما من خلال اسمه والجزء الشمالي من ساحل المحيط الأطلسي في ناميبيا ليس استثناء أطلق عليها البحارة البرتغاليون في القرن السادس عشر اسم بوابات الجحيم وأطلق عليها البوشمان في الداخلية الناميبية اسم الأرض التي خلقها الله أثناء الغضب يعرف اليوم باسم الساحل العظمي وكما تشير كل هذه الأسماء المخيفة فهو ليس جنة على شاطئ البحر يعد ساحل الهيكل العظمي في الواقع جزءا من صحراء ناميب وهي منطقة شاسعة ومعادية حيث يكاد يكون من المستحيل العثور على مياه صالحة للشرب هذا يعني أنه على الرغم من أنك بجوار البحر فمن الممكن أن تموت بسهولة من العطش إذا لم تحدر معك إمدادات مياه الشرب الخاصة بك إذا لم يكن ذلك سيئا بما يكفي فإن الكثبان الرملية تعد موطنا للحيوانات المفترسة الشرسة مثل أسود الصحراء الضباع الفهود وابن آواء في انتظار التهام أي شخص ضائع انظر عن كثب وسترى عظام فرائسها البيضاء متناثر عبر الرمال وهو تذكير شرير بأن هذا المكان لا يسمى ساحل الهيكل العظمي بدون سبب وهذا الخط الساحلي القاتل له سر آخر قم بنزهة على طول رمالها الذهبية وستجد الهيكل الصدئة لحوالي ألف حطام سفنة تعتبر المياه في هذه المنطقة خطيرة جدا حيث توجد تيارات قوية صخور مغمورة ضباب كثيف ورياح شديدة نتيجة لذلك جنحت السفن على الساحل لمئات السنين مما أضاف إلى مجموعتها المتزايدة باستمرار من حطام السفن الشبحية هل يمكنك أن تتخيل النجاة من حطام سفنة ثم تجد نفسك محاصرا على الشاطئ بدون ماء ومع أسد ينتظرك أعتقد أن الحياة في بعض الأحيان ليست عادلة البحيرات التي تهدد الحياة هل تعلم أن بعض البحيرات يمكن أن تكون قاتلة حسنا هذا صحيح فقط خذ بحيرة كاراتشاي في روسيا هذه المنطقة الخلابة ملوثة للغاية لدرجة أن قضاء ساعة واحدة على ضفافها سيقتلك من عام 1951 إلى عام 1953 استخدم الاتحاد السوفيتي البحيرة كمكب للنفايات المشعة من مصنع مايك وهو منشأة قريبة لتخزين النفايات النووية كانت تلوث الناتج شديدا للغاية لدرجة أنمع هذا ويرد واتش وهو منظمة أبحاث بيئية مقرها أمريكا صنف بحيرة كاراتشاي على أنها أكثر الأماكن تلوثا على هذا الكوكب عندما يتعلق الأمر بمعرفة مدى سمية البحيرات يستخدم العلماء وحدة تسمى السيفرد والتي تقيس التأثيرات الصحية للإشاعي على الجسم إن التعرض لواحد سيفرد فقط يكفي لتسبب في مرض خطير وعندما تم اختبارها في عام 1990 انبعثت من بحيرة كاراتشاي جرعة مميتة تبلغ 5.6 سيفرد في الساعة هذا يكفي لقتلك في حوالي 50 دقيقة اعتبارا من عام 2015 تم ملء البحيرة بالخرسانة في محاولة للحد من الإشعاع ومع ذلك يعتقد العلماء أن ما يقرب من مليار غالون من المياه الجوفية قد تلوثت نتيجة لقرار الاتحاد السوفيتي بإلقاء النفايات المشعة في بحيرة كاراتشاي لقد أدى هذا إلى زيادة بنسبة 41% في معدلات الإصابة بسرطان الدم فضلا عن ارتفاع معدلات الإصابة بأنواع أخرى من السرطان في منطقة تشيليابينسك المحيطة هذا ليس جيدا أبدا لكن ليس من الضروري أن تكون البحيرات مشعة لتكون مميتة البحيرة المغلية في منتزه موغنتخوابيتون الوطني في دومينيكا عبارة عن قدر مغلي من الماء الساخن وهي في الواقع حفرة مغمورة بالمياه في سطح الأرض تنبعث منها البخار والغازات البركانية من غرفة الصهارة الموجودة أسفلها تعمل هذه الغازات على تسخين المياه في البحيرة إلى 92 درجة مئوية مما يعني أن أي إنسان يدخل الماء يتعرض لخطر السلق مثل البيضاء لكن لا يمكنك الحديث عن البحيرات الخطيرة دون ذكر بحيرة ناترون في تنزانيا المياه في هذه البحيرة قلوية للغاية بسبب المستويات العالية من كربونات السوديوم التي تصب فيها من التلال البركانية القريبة نتيجة لذلك تبلغ درجة الحموض في البحيرة 10.5 أي ما يعادل نسبة الأمونيا تقريبا ويمكن أن تحرق أي حيوانات لا تتكيف مع ظروفها الكاوية علاوة على ذلك عندما يمود حيوان في بحيرة ناترون فإن المياه الغنية بالملح تجفف بقاياه وتحول جسده في النهاية إلى قشرة صلبة متكلسة وللإضافة إلى مظهرها الشرير فإن مياه البحيرة قرمزية بسبب وجود الهالواركيو وهي كائنات دقيقة تزدهر في المياه المالحة وتنتج أصباغا قرمزية عميقة مياه حمراء مثل الدم مغطاة ببقايا الحيوانات المتحجرة ربما ليست أفضل مكان للتنزع ألا تعتقد؟ إلى أي مدى يمكنك أن تذهب لالتقاط صورة العطلة المثالية؟ إذا كنت على استعداد للمخاطرة بحياتك مقابل تلك الإعجابات على وسائل التواصل فلا تنظر إلى أبعد من بركة الشيطان على حافة شلالات فيكتوريا في زامبيا هناك شفة ضيقة من الصخور تفصيلك عن سقوط يبلغ ارتفاعه 108 أمتار في المياه الهائجة تحتها لحسن الحظ تكون البركة آمنة إلى حد ما بين منتصف أغسطس وديسمبر بشرط أن لا تفعل أي شيء غبي مثل التدرب على الوقوف على يديك على الصخور الزلقة بين شهر يناير ويوليو رغم ذلك يشهد موسم الأمطار في زمبابو ارتفاعا في مستويات المياه وتيارات عادية يمكن أن تجداحك بسهولة ولكن في أي وقت من السنة تزوره ستحتاج إلى الحذر من التماسيح وأفراس النهر التي تعيش في نهر زامبيزي وهو النهر الذي يغذي بركة الشيطان هل تستحق هذه الصورة الفوتوغرافية الخطيرة المخاطرة حقا؟ أخبرني في التعليقات أدناء يجب أن يكون منخفض داناكيل واحدا من أغرب الأماكن على وجه الأرض يبدو هذا المشهد السريالي في شمال غرب إثيوبيا وكأنه أرض قاحلة مشعاءة مليئة بحفر النيون الصفراء والمياه الخضراء العميقة لكن لا تنخدع بجمالها الغريب فهذه السهوب البركانية الرائعة ستقتلك بكل الطرق التي يمكنك تخيلها تقريبا بسبب واحد يقع منخفض داناكيل عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية نشطة للغاية تتسبب حركتهم في حدوث زلازل منتظمة في المنطقة حيث تظهر شقوق في الأرض مما يهدد بابتلاع السياح المطمئنين تطلق هذه الشقوق سحبا كثيفة من غازات الكبريت والكلورساما مما يملأ الهواء برائحة البيض المتعفن تؤدي حركة الصفائح التكتونية أيضا إلى تكوين ينابع ساخنة مليئة بالمياه الحرة التي تسخنها طبقة الصهارة المنصهرة تقوم الصهارة بتسخين المعادن الموجودة في الماء مما يخلق منظرا مبهرا من القشور الملحية متعددة الألوان والرواسب البلورية ولكن لا تنجذب إلى السباحة هناك فدرجات الحرارة في البراكي يمكن أن تصل إلى 108 درجات مئوية إذا لم يكن ذلك كافيا فإن منخفض داناكيل لا يضم بركانا واحدا فقط بل بركانين نشطين إحداهما إرتاء لي بها بحيرة من الحمام البركانية تتدفق في القمة والتي تفيد أحيانا وتقتل أي شيء تلمسه قد تبدو هذه المناظر الطبيعية الفضائية جميلة ولكن تذكر لن يتردد منخفض داناكيل في قتلك تخيل جزيرة استوائية جميلة الشمس ساطعة رمال ذهبية أشجار النخيل وقبة خرسانية ضخمة مليئة بالنفايات المشعة بالطبع انتظر ماذا؟ حسنا القبة المشعة هي بالضبط ما ستجده في جزيرة رونيت في جزر مارشال الموجودة في المحيط الهادئ بين هواي والفليبين من عام 1946 إلى 1958 استخدم الجيش الأمريكي جزر مارشال كأرض اختبار ل67 قنبلة نووية مما تسبب في أضرار فادحة للبيئة المحيطة بعد مرور أكثر من 60 عاما لا تزال أجزاء من المنطقة غير صالحة للسكن في الواقع وفقا لدراسة أجراء باحثون من جامعة كولومبيا عام 2019 فإن الشعاب المرجانية هناك والمعروفة باسم بيكيني أتول هي حاليا أكثر إشعاعا بعشر مرات من تشيرنوبيل إذن هل فعلت أمريكا أي شيء لحل المشكلة؟ حسنا في عام 1977 حاول الجيش تطهير جزيرة رونيت عن طريق دفن الحطام المشع تحت قبة خرسانية يبلغ ارتفاعها 107 أمتار مما يثير القلق أن هذا الهيكل لم يكن المقصود منه أبدا أن يكون حلا دائما للمشكلة وقد بدأ بالفعل في التصدع مما يهدد بتلويث البيئة المحيطة وإذا لم تكن جزر مارشال مرعبة بما يكفي فما عليك سوى إلقاء نظرة على جزيرة فوزروس دينيو وهي جزيرة قريبة من الحافة الجنوبية لبحر الأرال بين كازاخستان وأوزباكستان تم استخدام هذه المنطقة مع مساحة 199 كم مربعا من قبل الاتحاد السوفيتي كأرضية اختبار للأسلحة البيولوجية السرية للغاية بما في ذلك الجمرة الخبيثة الجدري والطعون عندما تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 تم إخلاء الجزيرة على عجل وتركت جميع مختبراتها ومواقعها العسكرية لعوامل الطبيعة في العقود القليلة الماضية بدأت المرافق في التسرب مما سمح لسلالات شديدة المقاومة من الأمراض المعدية بالنزيف في التربة نتيجة لذلك من المحتمل أن تكون القوارد والبراغيث المحلية تحمل الطاعون الدبالي الذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة وربما أسوأ من ذلك من كان يظن يوما أن مختبرا سريا في جزيرة مليء بالفيروسات القاتلة يمكن أن يكون جيدا هل تعلم أنك إذا قمت بزيارة الموقع الموجود في هذه الصورة فسوف تموت خلال خمس دقائق؟ حسنا هذا صحيح تعرف هذه البقعة الفضائية الغريبة باسم قدم الفيل وهي في قلب كارثة تشيرنوبيل واحدة من أسوأ الحوادث النووية في التاريخ في حال لم تكن تعلم في عام 1986 انفجر المفاعل رقم أربعة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا تم إطلاق كميات هائلة من المواد المشعة والوقود وتم اكتشاف آثار الإشعاعات من الانفجار في أماكن بعيدة مثل السويد بعد عدة عقود لا تزال المنطقة بمساحة 2590 كم مربع والمعروفة باسم منطقة تشيرنوبيل المحظورة تعتبر غير صالحة للسكن البشري على الرغم من السماح ببعض السياحة المنظمة بعناية لكن جزءا واحدا من تشيرنوبيل محظور تماما على الزوار هذه هي قدم الفيل وهي كتلة من مادة تشبه الحمم البركانية تسمى الكوريوم والتي تشكلت من مزيج الوقود النووي والمعادن المنصهرة التي خرجت من المفاعل بعد انفجاره اعتبارا من عام 2019 تم وضع القدم في هيكل فولاذي وقائي يعرف باسم الحبس الآمن الجديد في تشيرنوبيل والذي استغرق بناؤه عقدين من الزمن ويقف أطول من تمثال الحرية أثناء وقوفك خارج القبة الفولاذية تكون آمنا في الغالب ولكن إذا وجدت طريقك إلى الداخل فستكون العواقب سيئة للغاية بعد مرور 30 ثانية فقط أمام قدم الفيل فإن استضام الجسيمات المشعة عالية الطاقة بك من شأنه أن يسبب الغثيان والدوار بعد دقيقتين ستبدأ خلاياك بالموت بشكل جمعي وبعد خمسة دقائق ستكون ميتا هناك شيء واحد مؤكد لم يكن الفيل مرعبا أكثر من هذا الشيء عندما تفكر في مثلث برمودا هل تتخيل شيئا كهذا؟ لقد سمعنا جميعا قصصا عن وحوش البحر الشريرة الدوامات والأعاصير القاتلة ولكن ما مدى خطورة ذلك حقا؟ في حال كنت لا تعلم فإن المثلثة هو جزء من شمال المحيط الأطلسي بين ميامي برمودا وبرتوريكو حيث يقال إن أكثر من خمسين سفينة وعشرين طائرة قد اختفت دون أن تترك أثرا لقد توصل منذر المؤامرة إلى بعض التفسيرات الغريبة على مر السنين بما في ذلك دوامة عملاقة تأكل البشر عصابة من سفن الفضاء وتكنولوجيا قاتلة من مدينة أطلنتس المفقودة ولكن في حين أنه من الممكن بالتأكيد العثور على خطر داخل مثلث برمودا فمن المرجح أن يأتي من التقصي الذي لا يمكن تنبؤ به في شمال المحيط الأطلسي أكثر من أي شيء خارق لطبيعة تتعرض المنطقة لعواصف مفاجئة وعنيفة سماء العواصف البيضاء وأعاصير مائية تسمى شاهقة المياه وكلاهما شائع في المياه شبه الاستوائية يمكن لهذه الأحداث غير المتوقع أن تعرض القوارب والطائرات للخطر مما يسبب أضرار هيكلية أو يجبرها على الخروج عن مسارها بالنظر إلى أن مثلث برمودا يحتوي على بعض من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم فليس من المستغرب أن تتسبب هذه التأثيرات المناخية القاسية في حدوث حالات اختفاء مأساوية على مر السنين فقد تذكر أنه مقابل كل سفينة أو طائرة تختفي يعبر الآلاف المنطقة دون أي خدش ولكن على عكس مثلث برمودا فإن بعض الأجزاء المحددة من بعض المسطحات المائية يمكن أن تكون مميتة بشكل غير طبيعي في الواقع يعد هذا النهر الجميل الصغير في يوركشاير إنجليترا أحد أخطر مساحات المياه في العالم يعرف باسم بولتن سريت ويقال أنه لم يتمكن أحد من النجاة من السقوط فيه على الإطلاق من الذي يمكن أن يجعل تيارا بسيطا شريرا إلى هذا الحد حسنا على الرغم من المظاهر فإن بولتن سريت ليس مجرد واد عادي إنه نهر قوي يسمى نهر وارف ويمتد لمسافة 105 كم عبر يوركشاير عندما يصل إلى بولتن يتم ضغط النهر من خلال قناة صخرية صغيرة مما يؤدي إلى تضييقه على الفور من عرض 9 أمتار إلى 1.8 متر فقط تدفع كل تلك المياه الزائدة إلى تحت الأرض حيث تتدفق بسرعة هائلة عبر متاهة من الصدوع الجوفية هذا يعني أنه إذا فقد أي من المرة توازنه وسقط في بولتن سريت فمن المحتمل أن يمسكه التيار ويسحبه إلى الفراغ الموجود بالأسفل الدرس الغريب هنا هو أنه ربما تكون السباحة في مثلث برمودا أكثر أمانا من السباحة في نهر يوركشاير الجميل تتعلم حقا شيئا جديدا كل يوم ما هو أخطر مكان زرته في حياتك؟ أخبرني في التعليقات أدنى وشكرا على المشاهدة